من قبل السلطات تجاه المتظاهري لمزيد من المتابع مع أعمل لندن باباك أماميان وهو الخبير في الشؤون السياسية الإيرانية سيد باباك أهلا وسهلا بك هل يجب الرابط بين هذا الانهيار القياسي للعملة الإيرانية بالاحتجاجات والتظاهرات أم لا؟ لا يمكن رابط هذا العامل بذاك الانهيار العملة الإيرانية له أسبابه خصوصا العقوبات الغربية المتواصلة على السلطات في إيران ولا علاقة له حكما بالتظاهرات أشكرك على سؤالك لكن ما أود أن أقول لهم هو أن التضخم طالما كان مشكلة لـ 43 عاما الماضية مع هذا النظام وحلول النظام للتضخم العالي هي أما طباعة الأموال لذلك دائما هناك عجز لأن عليهم السداد المستمر سواء منظمات الدينية أو القوات الأمنية ولسهده ما يكفي من الأموال لذلك عليهم طباعة الأموال لدفع لأتباعهم فهذا هو سبب العجز المستمر وبالتالي التضخم المسألة الأخرى هي سوء إدارة النظام بالكامل أو الاقتصاد بالكامل أنت ذكرت العقوبات إذا ما نظن على الأمر فإيران تبيع النفط فليس لديهم مشكلة حالية العقوبات لم تؤثر كثيرا بقدر تأثير سوء إدارة الاقتصاد الإيراني هل سيؤثر انهيار العملة الإيرانية برأيك على قرارات السلطات في إيران أم لا؟ لا شيء سيتغير السلطات في إيران متعودة على هذه المسألة حاليا الأولوية بالنسبة للحكومة هي تكمن في قمع التظاهرات ولا يبالون بالتضخم كل ما يردونه الآن هو النجاة والصمود لعام آخر فمهما حصل في ما يخص التضخم فلا يهمهم وبغض النظر عن الأضرابات مثلا الجارية لسؤل الحظة فأن الأشخاص المضربين على العمل لا يستطيعون الاستمرار لفترة طويلة وذلك لسببين أولا إذا ما أضربت المحال فأن الرخصة التجارية تعلقت ولكن هناك أيضا السؤال الدائرة حول أمكانية الاستمرار الأموال فمثلا المحل لا يستطع أن يتحمل تكلفة الأضراب لثلاثة أيام فمهما فعله الشعب فالنظام بكل بساطة لا يهمهم فقط يرغبون بالصمود لعام آخر هل تعتقد سيد باباك أن السلطات في إيران ستستغل هذا الانهيار المضطرد في سعر العملة للقول للمتظاهرين أن سبب ما يجري هو تظاهركم واحتجاجاتكم وأن ما يجب فعله الآن هو وقف هذه التظاهرات من أجل تحسن العملة يعني هل تعتقد أن السلطات في إيران ستستغل هذه المسألة للضغط على الشارع لوقف الاحتجاجات النظام سوف يستغل أي عذر لإنقاذ نفسه أستوب عمل النظام الإيراني حاليا هناك بعض الأشخاص أزلام النظام ممن يسيطرون على الأعمال الكبرى فهؤلاء الأشخاص من خريطون في عمليات اختلاس والأمر المضحك هو أن نظام التفتيش في إيران هو في الحقيقة ناجح ويفضح عمليات الاختلاس والفساد في كل شهر ولكن لا تتخذ أي إجراءات ضد هؤلاء الأزلام الذين يقومون بالعمليات الاختلاس هناك المرشد الأعلى وما اكتبه يمنحهم الحماية هذا هو أسلوبه في الدفع لأتباعه أو أزلامه هذا هو واقع الاقتصاد في إيران حاليا فالأشخاص الذين يديرونه هم أزلام النظام وسوف يستغلون أي عذر لقاء اللومي على الآخرين لسوء الإدارة أو لسرقة الأموال من لندن باباك أماميان الخبير في الشؤون السياسية الإيرانية شكرا جزيلا لك على هذه المشاهدة هذا هو التتواصل لاحتجاجات في إيران حيث خرجت تظاهرات ليلية في الأهواز